في مختلف المجالات حديث مشاهدنا الكرام حول هذا الموضوع أسعد باستضافة الفنان والمطرب الجزائري في طابع المالوف عباس ريغي صباح الخير اليوم صباح الخير وصباح الخير لكل كل أحباب اللي راميه يشوفوا يشوفوا فينا عبر الشاشة جدا مسرور بوجودي اليوم معكم ولأول مرة في قناة النهار نشكركم على هذه الدعوة أنا إن شاء الله بإذن الله نسافر اليوم إلى كازميستان سنتحدث عباس حول الموضوع حول سفرك إلى كازميستان ومشاركتك هناك في مهرجان من حجم المهرجان الدولي لموسيقى العريقة بكازميستان أكثر من 20 دولة ستكون حاضرة مختلف عاداتها أو تقاليدها سواء في الفن سواء في الفولكلور سواء في مختلف المجالات الفنية لكن لا بأس وإذا سمحت نتوقف فقط عند التقرير الذي مر قبل قليل يتحدث عن الأغنية الريوية اليوم هناك من يقول بأن الأدن الجزائرية التي أصبحت تطلب هكذا موسيقى كيف ترى أنت اليوم ما آلت إليه أغنية الريوية؟ والله إلى الأدن تطلب مثل هذه الكلمات ومثل هذه الموسيقى أنا مانيش يعني متفق بمئة بالمئة لأنه في مجالي يعني في مجال الموسيقى الأندلوسية وحسب رأي يعني وحسب الكمل التي أعملته من الحفلات هنا في الجزائر في مختلف المناطق يشوف بلي الجزائريين يميلوا أكثر إلى الموسيقى الأصلة بغض النظر عن نوحها المشكلة هو أنه فئة الشباب فئة الشباب وخاصة يعني الشباب مقتبل العمر يعني يتراوح سنهما بين عشرة إلى عشرين سنة وهما نشوفهم متأثرين بهذا الفن هذا وأنا ما أردتش نسميه فن يعني مع كل احترامي لأنه الأغنية الراوية الأصلة الحمد لله في التقرير قالك الأغنية وصلت إلى موراء البحر كي كانت أصلة وكي كانوا الكلمات انتحا كلمات هادفة وكلمات اللي تدخل عند العائلات الجزائرية أما ما نسمعه يعني في الأوين الأخيرة خليني نقول لك باللي راهو راهو حشوما للجزائريين يعني يقوليني نحشمو حنا كجزائريين نحشمو بالشي اللي راهو عاد يلسقوه لنا بالأغنية الراوية لبشاء في الكلمات لردأتها ما عندها اعتمعنا ما عندهاش ما عندهاش يعني هدف ما عندهاش ما عندهاش يعني قيمة لغوية خرجة كل إطار على تربيتنا وعلى وعلى هاويتنا وعلى الموسيقى وعلى الموسيقى اللي والفنها أنا يعني كفنان واللي تنحشم كي يكلموني في خارج البلاد في تونس ولا في المغرب على الراي الجزائري الراي الجزائري اللي حالي هنا ما نتكلمش على كل ما قدمه الفنانين الجزائرين اللي يقدموا أغنية الراي في طبحها وفي أصلها وانت رحموا على أكبر موسيقار سيبلاوي الهواري رب يرحموا راهو خل توراة يتكلم عليه والحمد لله كين سمعوا وهران وهران وكين سمعوا أغانية هي أيضا لوصلت العالمية وكل ما قدموا لفنانين شبخان بالفعل لازم نديروا فرق ما بين ما كان يغنى في سبعينات وفي تمانينات إلى بداية تسعينات وإلى ما يغنى الآن زوج كلمات اللي ما عندهم حتى معنا نديروا منهم غناية ونديروا منهم اسم هذا هو الحاجة اللي نديروا منهم اسم وننتحصر على حاجة وننتحصر على القنوات يعني مختلفة التلفزيونية والإذاعية اللي راح يتمد يعني وتشجع في أغاني كما هذه وصل لأينا لحد الوقت أننا يعني نحطوا حد لهذه النوع من الموسيقى لأننا نحن كجزيرين عندنا الحمد لله توراتنا نفتخر به ويغنينا كل الغين عن هذا الموسيقى جميل عباس إذا نعود إلى توراتنا الفني الموسيقي العاصيل نعود إلى أغنية الملوف التي ستكون حاضرة بكازاخستان في الرابع عشر من شهر سيبط ممثلة فيك عباس ريغي لو تحكي لنا أكثر حول هذه المشاركة كيف ستكون ربما كيف سيكون المهرجان تعنينا التفاصيل والله هذه المهرجان بإذن الله رح نشاركوا فيها أكثر من عشرين دولة من دول العربية كين الجزائر وكين مصر يعني في الدول العربية هذا وش كين كلها دول إجنبية بلجيكا ألمانيا فرنسا سويسرا اليابان الصين كازاخستان أوزباكستان كذلك يعني بلدان كبيرة رح تشارك المهرجان هو فيها فيه تلت مجالات يعني تلت مجالات في المهرجان هو مهرجان الدولي للثقافة العريقة والموسيقى العريقة للثقافة العريقة والموسيقى العريقة فيه تلت مجال المجال الأول هو العصف الفرضي على الآلات الموسيقية مختلفة المجال الثاني هو الأداء الصوتي والمجال الثالث هو الرقص الشعبي الخاص بكل منطقة يعني بكل بلد والهدف من هذه المهرجان وحسب إطلاعي على كل النقاط اللي وضعوها هذه الناس اللي راهم ينظموا في المهرجان الهدف منه الأول هو تسجيع على المحافظة على كل ما هو أصل في البلدان سواء كان في الرقص ولا في الغناء ولا في العزف على الألات الموسيقية تانيا احتكاك البلدان والثقافات ببعضها البعض بوجودهم غدوة في كازاخستان عشل الدولة فنانين يطلقوا وتبادل تقافي تالتا اكتشاف المواهب الشبانية في هذا المجال لأن المهرجان أعطى فرصة للشباب حتى من الناس اللي يراهم يسهروا على تنظيم المهرجان تصروا بالفئة الشبانية وهذا تشجيعا منهم ورغبة منهم في اكتشاف المواهب الشبانية ماذا سيقدم عباس سريغي هناك؟ والله احنا عندنا خمس دقائق إلى ست دقائق برنامج نقدموه في المهرجان وانا حبيث نقدم طبع ليكون مهوش بعيد على المنطقة لأنه منطقة بعيدة عندنا احنا طبوع اللي نشاركوا فيها طبوع اللي الأودن الكازاخستانية ما تكي تسمحها يعني مايش بعيدة عندنا طبع سيكا ولا طبع السحلي اللي نسميوه الرهاوي هدو هما زوج طبوع اللي نشارك فيهم العالم نقدرنا نسميهم سيديمود اونيفرسال اللي يسمعوهم الناس كامل راح نقدم مقطعات في سيكا لاني عندي برنامجين واحد اليوم 14 وعندي يوم 16 كدلك نقدم سيكا ورح نعمل تاني كدلك رهاوي اكزيبيشيون عودة استخبار دي مور صوتك عنا في رهاوي ولا في سيكا رح تكون وحدك يعني والعود وصوتك هيا وصوتي هيا رح نشارك في مجال الصوت يعني لماذا ربما في نظرك أنت تم اختيار عباس ريغي هذا شرف يعني شرف لي نحنا كجزائري أنه واحد بين الشباب الجزائري اللي يقدم يعني موسيقى نظيفة موسيقى أصيلة خاصة أنت اخترت يعني اخترت لون فني ويعني المالوف قليل نقول لهم شباب يعني نعتموا بهكذا مجال والله الاختيار كان في المواقع الاجتماعية كان في فيسبوك يعني صدفة كان ندخل فيسبوك نلقى ميساج من أحد المنظمين تعالى المهرجان اللي مسؤول بالاتصال في المهرجان هذا بعد الميساج كان شاف بعض الفيديوهات في اليوتيوب وعجبونا وعتاناة الغناء وزد طمني أني نرسله يعني قطعة موسيقية يعني الحمد لله يعني كانت كان اتصال مباشر معي يعني ما كانش يعني عن طريق وزارة الثقافة أو لا وشو كان حاجة مهمة لازم نلمح لها أنا كي يرسلوا لي الدعوة المهرجان يعني المبلغ المالي اللي عندهم في المهرجان ما يسمح لهمش أنهم يتكفلوا بمصاريف تنقل الفنانين من مختلف البلدان وهما يتصلوا بالفنان يطلبوا منه أنه يشوف مساعدة من وزارة الثقافة وأنا الحمد لله نهار جاتني الدعوة جاتني صعبة كيف أنا متنقل حتى الكازاخستان بلد بعيد الأول يعني اللي اتصلت به ولقيت الجواب يعني هو المدير العام للديوان الوطني للحقوق المؤلف وحقوق المجاورة سيد سامي بن شيخ لي من هذا المنبر شكره يعني جزيل شكر وكل إطارات اللي تعمل معاه لأنه الحمد لله وقفوا معي وهم اللي يساعدوني في التنقل تأيدي يوم إن شاء الله إلى أسطنة في الأساس ستمثل أيضا الجزائر والله هنقول لك الحاجة اللي ساما فريم وماركي وقصتني طلبوا مني أني نجيب العلامة للجزائر ما عندهم شاء العلامة للجزائر دونك رح تنشري العلامة للجزائر واحد لك شعور رح تسمت البلدك ومتدي معك العلامة للجزائر بالفعل نتمنى لك توفيق النجاح فهد مسابقة لك إن شاء الله قبل أن نختم مع الفرقة لو سامح يعني نختم بصوتك نعوكم يا بودور منكم مرضي طال صحران صحران طون الدوجا في تعديب شفاكم نصبر على صدكم واللي صبر رينال واحسان غنم سلوان واحسان غنم سلوان من بعد شفاكم ما يبارك ما يبارك ما يبارك إن شاء الله شكرا جزيلا لك شكرا لك ما خصطن أنا أنا كشتاشت خصطنينة ما حتى أنا ونحووها ونشوفوها ونتبعوها بزاة بزاة نطلب لك إن شاء الله عربي وفقك وإن شاء الله شكرا لك بشكرا لك بيوفقكم في زوج بشكرا لك شكرا لك